السلام عليكم أعزائي الكرام تحيتي للجميع بدون استدناء قصتنا اليوم على مرة هتحط بنتا اللي عاد ولداتا وبقى ما دوزتش حتى عشرة ساعة في مقبرة خلت ليلة كاملة من اللي هترجع تشوفها هتكون صدمة لهذا قبل ما نبدأ وأحدث القصة ما تنسونيش في اللايك والشراك وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد وأكيد تعالقكم مهمة بالنسبة للي كتشجعني نصرد المزيد برطاجي على قد ما قدرتو باش تكبر عائلة حكاية ريمة المغربية ويا الله نبدأ القصة كانت واحد المرأة من زوجة من راجل طبيعته قبيحة كيعيشوا في واحد المدينة صغيرة من اللي حملت المرأة قل راجلها يدى ولدت بنت عي قتلة وهي عي طلقه في ساعتها المرأة حزنت بزاف من اللي سمعت هذا الكلام المهم دازت لليام قربت ليلة اللي عتولدت فيها كان عقلها مشطون غير كتسائل اواعدي إذا كانت بنت شنع نعمل واش دبس عي قتلة اواعدي واش عي طلقني يا هاربي لطفك يا هاربي يا هاربي طبير كل ما كانك يقرب موعد الولادة المرأة كانك يزاد الخوف دياله كتار وكتار ويزيد همه دازت لليام كيف حل السنين والساعات كيف حل ييام والدقائق كيف حل الساعات وهي كل مقلقة من توطرة وقبل موعد الولادة بثلت ييام صاف الرجلة حيث كانت عنده الخدمة في مدينة أخرى وقال لبلي عي رجع طغية وهو بقي كيهدر على نفس الموضوع الزوجة تمنت في ديك اللحظة من الدشي الساعات ويوقف الزمان مني جت اللحظة اللي كانت كتسناها حزنت الام بزيف بعد ما ولدت بنته بشي عشرة ساعات وقبل ما يجي رجلة ويعرف هد شي قررت تخلص منه وبهذا الفكرة تحكي انيها الشيطان ووسوس الله في عقله باللي ضروري تخلص من بنته قبل ما يجي رجلة وتوقع الكاريتة أزاتها بنيدها وبقى تغذية بها حتى وصلت للمقابر حتى تفوح القبر وهي طفلة بقى ما دوزتش حتى عشرة ساعات العيلة كانت كتغوّد كيف حالك تطلب مني ما هات عطقة بدأت كتبكي الأم على بنته وشافت فيها شوفها الأخرية وخلاتها وقلبها كيتمزق كيتألم وكل وجع علاش سمحت فيها علاش مشات وخلاتها خلاتها وحيدة كتبكي كيف حالك تعيط علي مها طريقة الطفولية رجعت لمراندارة قلستك تفكر شنو عتعمل وشنو عتقول لرجلة نعسته هي تشوف منها ما بنتها محتاجة ترضع كتغوّد وكتموت بالجوع فاقت وهي كتبكي على بنتها قلعتها رصة بشترجعت نعاس ولكن وانو كنت كتنضمن نعاسة وكتبكي بقيت كتولول على حلتها وكتنعاس وتفق حتى دوزت ليلى كاملة مع الفجر نعستها وتاني وكتبال لبنتها العقل ديالها خارج بالبكة وكتموت بالجوع بقيت في هد الكابوس المرعب ليلى كاملة لغدة مشات عن جارتها اللي كان صحيبتها وحبيبة عليها عودت لشنو قاع وطرة حزنت وتصدمت صاحبتها واقترحت عليها يمشوا عن شيثقي ويقولولولولي كاين فعلا مشوا عن شيثقي وعودولولي كاين وغير سمع كلامة غوت عليها وقال شونو عملتي مشي داب المقابر شوف بنتك كف النية سولها على اسم بنتها تردت شوية حت في الحقيقة ما طلقت عليها حتى اسم وهي جاوب حشمانة فاطمة فعلا رجعت من المقبرة وهي كتفكر شنو عالجبر تم مشيت ويا كل امل باش تجبر اللي كتمنىه وصلت فتحت القبار وكانت المفاجأة اللي ما يصدقاش العقل البنت كانت باقة بالروح ولكن كانت حالتها حالة هزتها بالجري وبدأت تبكي بكات ديال السنين رجعت نظارها بالجري وحاولت تردعها ولكن البنت ما كان شي كتتحرك عياتك تحاول معاها حتى بدتك تردع بشوية بشوية ما فكرتش المرة في راجلة ديك الساعة من اللي عايجي شنو عيعمل أو شنو عيقول كانت الحاجة اللي كتفكر فيها هي كبتة في تيك الساعة كان الراجل راجع في حاله كيفكر في مرته وخوفان تولد البنت كيقول مع نفسه مشيتي في هاليومي هاد المرة يدولتي البنت عن قتله وانطلقك تنوح الشوية يخرجوا عني الشفارة عايس يرقوه ويصرخوه بالدق وعايس يبون من فوق الجبل في الماء حاولوا جاهدوا عيام يقاوم باش ما يموت شي بالحق والو مقدر يتحمل وقبل ما يغمض عينو ان المرة الأخيرة بان شعاع ديال الضو وباريق من الامل كي يجي من فوق كي بان نوجه ديال بنيتة صغيرة ووجه هكي في حال البدر كتقوله بكلمات بريئة وطفولية ما تستسلمش يا بابا كافح اعتني يدقى بابا وقبل ما يموت بدقيقة واحدة صارع الحياة وتحدى الموت توصل فوق الماء واخدى نفس كبير من اللي يرتاح حسب الطمأنينة تفكر الكلمات المزيونة ديال ديالعيلة كيفش كان السبب في ناجاته أخيرا تصرف معركة الموت تفكر مرتو ورجع كي يجري كيف تشعن شعاع النور على باريق الامل اللي عتقوم اللي موت تخلع لمرتو وحلته حالة كيف حل الحمق تعبان دووز ما شقه معانات شاف مرتو هزا بنتو بين يدها كتردعا وشافت فيه مرتو خوفانا كترغبو يرحمه هي وبنتا وما يقادي هاشي قرب منا وكي شوف بنتو وكي تأمل وجهه كي شمر يحتى وهي تبدى دموعه هوا دبلا ما يحس بدكي بكي هي بنتو هي النور اللي خرج له من الهالاك هي نفسها نفس الهيئة نفس الجمال نفس البراءة هزا وعنقة وبدكي بكي وحكا نمرتو شنو قع معاه وحتى هي حكات لي شنو قع معاها كي قول لك الولد كي هوز اسم باه ولكن البنت كتوز باه بنفسه وليكمل القصة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وشكرا لأنك وصلت نهاية القصة مع السلام اشتركوا في القناة